يعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة اللاعب اللي بتحط قبل اسمه اللاعب المهزب اللاعب المحترم اللاعب الخلوق هو بيلعب كان جميل وهادي دون أي مشاكل ودون أي أزمات دايما تأثيره في الملعب فقط ما تلاقوش عنده أي أزمة من أي نوع بطى اللاعب كورة دايما صرته طيبة عند كل الناس حتى ظهوره ظهور لامع كده وظهوره بيبقى حلو دايما هو بقى أنه كتير ما تقابلناش يعني في لقاء تلفزيون عشان كده أنا سعيد بشكل شخصي أنا قابل النهاردة وأعتقد أن حرككم كمان هتبقوا سعاداء بوجوده معايا النهاردة كابتن الكبير كابتن أحمد صديق نجم النادي الأهلي الأصبك يا كابتن أحمد منور الدنيا وحشني جدا بنا خليك كريم وأنا سعيد بمودي معاك النهاردة ومتشكل عم مع الكلام الحلو ده أعلم حقك نتمنى يعني نبقى حسن ظن الناس جميعا أخبرك إيه؟ الحمد لله بخير كله حلو الحمد لله بخير والله تجربة أخيرة مع الكابتن حسام البدري ماذا بعد هذه التجربة إيه اللي حصل أنت موجود فيه دلوقتي بتعمل إيه؟ يعني طبعا كالتجربة مهمة جدا جدا من نسباني وخطوة خطوة كبيرة يعني خطوة كبيرة على الأقل في مستقبلي أو في تفكيري أو ترتيب خطواتي اللي جاية شغل مع اسم كبير زي كابتن حسام مش عايز أنسى لقابله لأنه برضو القابله القابله كان مهم جدا كلها خطوات أو كلها سلالة من نطلعها واحدة واحدة لأنها يعني مجال التدريب ده من السهل خالص يا كريم طبعا آه طبعا خبرات في اللعبة بتفرج كتير جدا مع المدرب طبعا لكن مش كل العيب كويس يبقى مدرب كويس صح لازم تشتغل ولازم تتعلم ولازم تصقف من نفسك ويمكن ده اللي أنا بحاول أعمله يمكن بدأت في مدير أكداميتي نادي الأيلي في الأمارات من الأربع فروع آه ودي برضو من الحاجات كل خطوة في حياتي أثرت فيه بعد كده سنتين في قطاع النشئين الحمد لله قدرت نحق بطلتين فيهم حيلا اشتغلت مع ناس محترمة تعلمت بينهم زي طبعا كانت خالد بيبه طبعا طبعا كانت ده الدر الأكبر بالنسباني في قطاع النشئين اشتغلت مع مدرب محترم جدا زي كانت تنسيت غريب وفي كل لقاءاتي بذكور بكل خير لأنه دي الحقيقة إن شاء عشان تبقى شخصية محترمة حتى تحترم نفسك لازم ما تنساش أي حد كان ليه فضل عليك ولو بمعلومة ولو بكلمة فده كابتن سيد من الناس اللي أنا بكن لها كل احترامنا إن ساعدتني كتير جدا بعد كده اشتغلت الواحد مدير فاني الحمد لله وقدرت نحق بطولة غمريم عن قطاع النشئين نادي الأهلي خطوة الأهم شوية بعد كده إن أنا قدرت الشغل مع شخصية محترمة جدا وجهاز محترم جدا من قاعدة الكابتن تامر مصطفى في نادي الجونة جميل تعلم طبعا طبعا يعني تعلمته له كتير جدا جدا هو كابتن رضا الفداوي كلهم وكابتن طريق سليمان ودورة في حراس المرمى قد برضه فترة بالنسبة لي فترة مهمة جدا واستفدت منها كتير جدا في نادي الجونة بعد كده الخطوة الأكبر مع كابتن حسام البدري في نادي وفاق السطيف في الجزائر دي طبعا خطوة ونقلة تانية تشتغل في أجواء مختلفة خالص دوري مختلف تماما مع اسم كبير جدا زي كابتن حسام وللأمانة كم بديني مساحة كبيرة جدا جدا في الشغل بيقولوا حاليا بيقولوا على الكابتن حسام البدري أنا عارف النظام الصح بس بيقولوا علي أنه هو ديكتاتور وأنه هو بياخد الكرار لوحده وأنه هو بيسرعش لحد ولا بص أنا اشتغلت معاه وانا مدرب أنا لاعب وهو مدرب ايوة اشتغلت معاه وانا مدرب معاه وهو مدير فني موضوع مختلف تماما فعلا بالعكس كابتن حسام متعاون جدا 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 ما بيبخلش على أي حد في الجهاز بمعلومة بيحب يساعد الناس كلها والأهم من ده كله عنده فكره عنده شغله مجتهد جدا بيهتم بكل التفاصيل الصغيرة صدقني يا كريم بجد ما بيعتمدش على اسمه إطلاقا إطلاقا لا بيكتهد وبيتعب وبيركز ومش عايز أقول بيطور من نفسه أنه اسم كبير لكن على الأقل خالص أنه كل مباراة مثلا لو المباراة القادمة مثلا بعد اسبوع خلال اسبوع ده بيشتغل على الفرقة المنافسة وبيشتغل نلعبت زي وبيذكر الفرقة بشكل كبير جدا فدي كلها خطوات شكرا لأنت قلت كمتون دولة كابتو حسين بادر عشان هو من الناس اللي كتير ممكن هم يروح في زحمة حاجات كده بس هو صرته دايما طيبة بين الناس يعني الناس كلها تتحدث عن كابتو حسين بادر تماما غيره أنا مدارب معاه في الجهاز لا لا بالعكس متعاون جدا وعايز ساعد الناس كلها وبيحب شغله جدا بصي من أهم الميزات اللي فيها كريم بجد بحب شغله جدا وازاي ما بقولك مكتهج جدا وما عندوش بقى أن أنا كابتو حسين فلا أنا مش ها لا لا بالعكس بيهتم بكل التفاصيل بقولك والله ده صدقا لو احنا مثلا هنلعب كمان اسبوع خلال الاسبوع ده ممكن يتفرج للفرقة على ست سبع منشاط الفرقة المنافسة ده شغل ده واحد عايز ينجع عشان كده هو كبتو حسين بادر صح